اشتركوا في القناة احبتي في الله دايما الانسان في الدنيا فيه مطبات كتيرة جدا في حياته بيعيش بين العسر وبين اليسر وصراحة الاثنين للمؤمن نعمة قال صلى الله عليه وسلم ان امر المؤمن كله له خير وليس ذلك الا للمؤمن ان اصابته سراء شكر فكان خيرا له وان اصابته ضراء صبر فكان خيرا له فالصحابة كانوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم في المنشط والمكره في العسر واليسر ما كانوش بقى زي المنافئين لما تفوز على اعداء تعالى قسم الغنايم وبعدين لما يجي بقى المعركة يهربوا لا الانسان بيعيش بين اليسر والعسر وان ما مع العسر يسرهان مع كل عسر يسرين يسر يسره تمام Diana بس اللي احنا عايزين يفهمه النهاردة سواء يسره او عسر او سراء ولا ضراء ولا نعماء ولا بأساء سبحان الله كل من عند ربنا حلو سبحان الله ففي اليسر يكون الشكر وفي العسر يكون الصبر وأنت في كل تيهما مأجور وربنا يقول إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب الصابرين أو الصابرون سبحان الله هؤلاء الناس لا ينصب لهم ميزان ولا ينشر لهم ديوان من القبر إلى الجنة بغير حساب ما أنا ما قلتش ربنا الآن اللهم اجعلنا من عبادك الشاكرين الصابرين يا رب العالمين سبحان الله الذاكرين الله كثيرا والذاكرات اللهم أمين يا رب العالمين في أيتين متشابهتين أو متشابهتان آيتان متشابهتان ربنا ختمهم بختامين مختلفين في القرآن الكريم واحدة في سورة النحل اللي هي سورة النعم واحدة في سورة إبراهيم اللي هي سورة النعم برضه بس ده نعمة الإيمان وده نعمة الدنيا اللي هي سورة النحل طيب ربني قال في سورة إبراهيم وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوها نعم الله لا تحصى ولا تعد بس ختمها بإيه إن الإنسان لظلوم كفار أما في سورة النحل قال تعالى وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوها إن الله لغفور الرحيم طيب إيه الفرق بين الختمين فرق جبير جدا جدا الأولى اللي في سورة إبراهيم وإن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تَحْصُوها إن الإنسان لظلوم كفار دي بتتكلم عن علاقة العبد مع الله سبحانه وتعالى الإنسان مع ربه أو مع ربه ففيه الظلم وفيه الكفر كفر يعني إيه؟ كفر النعمة ربنا بيعطيك وأنت سبحان الله لا تشكر الله سبحانه وتعالى زي الست اللي إيه جزء يعملها كل حاجة كويسة في حياتها فريق تزعل منه شوية زي أنت عملتلي إيه؟ وتكفر النعمة بتاعته وسبحان الله بيكون في اتجاه وده ريكشن تاني خالص ليه؟ ليه؟ بدي علاقتك مع الله سبحانه وتعالى لا يشكر الناس لا يشكر الله فالإنسان كده لا يزاك الله خيراً بارك الله فيك ده الأساس فالأولى ختمت إن الإنسان رضلوا مكفار بعلاقة الله سبحانه وتعالى مع العبد والتانية اللي بسورة النحل وإن تعدوا نعمة الله وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور الرحيم دي ختمت بتعامل الله سبحانه وتعالى مع العبد ربنا بيتعامل معانا بالغفران والرحمة وإن نعمل نتعامل مع الله بالظلم له ونكران الجميل ونكران النعمة لا إله إلا الله ما أعظم الله وما أجهل العبد ما أعظم الله وما أجهل العبد سبحانك يا الله ما عبدناك حق عبادتك الملائكة تقول هذا يوم القيام اللي سيجدوا اللي راكع واللي وقائم واللي بيستغفر واللي بيسبح يوم القيامة سيقومون من مواقفهم هذه ويقولون سبحانك ربنا ما عبدناك حق عبادتك أنت بالنومك وأكلك وشربك وشغلك ولعبك بتطلع لربنا قديه من عمرك كله ولا حاجة ولا حاجة بتقولهم مش كلهم خمس سنين أوت في سيكستي ولا سيف انت سنة يعني سبعين سنة يعني العبادة سبحان الله اللهم رزقنا الصبر بصرنا فقه قلوبنا يا رب العالمين ورزقنا الحكمة يا رب العالمين ومن أوتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وربك الغفور ذو الرحمة وربك الغفور صاحب الرحمة الحمد لله يا رب انك ربنا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الشاكرين ومن الصابرين والإنسان بيعيش بين الصبر وبين الشكر واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين سبحان الله دايما كده قال فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفروا سني أشكر النعم ولا يكفرش النعم بطار ربنا سبحانه وتعالى أراكم في اللقاء آخر أحبكم في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته